اهلا وسهلا بكم احبائي ارحب بكم في حلقة جديدة قصيرة في تأملات المسيح في انجيل يحنى وبنشوف فيها النهاردة وصلنا لاصحاح 11 ناخد تأملات قصيرة مركزة نستفيد بها لحياتنا الروحية طبعا اصحاح 11 في حدثة مهمة جدا يعني قمة في الكتاب المقدس حدثة اقامة العازر من الموت بعد اربعة ايام بنشوف في الجزئية اللي احنا هنتأمل فيها دلوقتي حوار للرب مع مرثة ومريم اخواته اللي بعتوله عشان يجي عشان يشفيه لكن الرب قصد انه يتأخر عشان يقيمه بعد اربعة ايام ليظهر مجد جلاله وعظمة المعجزة دي تكون لمع قدام كل الناس عن ما هي المسيح وجوهر لهوته له كل المجد شفنا في اصحاح 11 حدثة في منتهى الاهمية في كل الانجيل وهي مرض العازر حبيب الرب وشفنا ان الرب قصد انه يتأخر في تلبيت النداء من اخواته لغرض عظيم وهو ليتمجد الله في المسيح بشكل جليل وعظيم مش مجرد يروح يشفيه وهو مريض لكن يستنغت ما يموته وبعديها باربعة ايام يروح يقيمه من الموت بعد ما قالوله انه انت كلمات مرثة احبائي في الجزئية دي في اية 21 بتقوله يا سيد لو كنتها هنا لم يموت اخي فيها ثقة كبيرة في الرب يعني بتقوله انا متأكدة لو انت كنت هنا ما كانش مات عندك قدرة وعندك امكانيات مش ممكن ابدا يعني في وجودك كان هيحصل ده لحظوا في قول الرب لها انا هو اعلان واضح وصريح عن لاهوته لما قالها انا هو القيامة والحياة ودي المرة الخمسة على فكرة في سلسلة مؤلفة من سبع عبارات عظيمة قالها المسيح عن نفسه انا هو خبز الحياة في اصحاح 6 انا هو نور العالم في اصحاح 8 انا هو الراعي الصالح في اصحاح 10 انا هو الباب فكمان في اصحاح 10 وهنا بيقول انا هو القيامة والحياة دي المرة الخمسة من امن بي ولو مات فسيحي وكل من كان حيا وامن بي فلن يموت الى الابد دي كانت في الايات 25-26 وهنا نقل الرب المرثى من مجرد الايمان بالقيامة اللي تحصل في اليوم الاخير الى الثقة في شخصه هو اللي الوحده يستطيع ان يقيم الموتة هو نفسه القيامة فلا قيامة ولا حياة ابدي من دون ابن الله اللي هو الاله الحي صاحب الحياة معطي الحياة وهنا بنشوف يا حباء انه الزمن اللي هو فكرة اليوم الاخير مش عائق امام اللي ليه كل السلطان على القيامة والحياة لانه يقدر ان يعطي الحياة متى شاء وكيفها ما شاء للمسيح سلطان على الحياة ليه مطلق السلطان على الحياة وعلى الموت لانه هو الطريق والحق والحياة زي ما قال في اصحاح 14 وهنشوف بعدين كمان يعني هنتوسع في الفكرة دي لانه هو الخالق هو خالق الحياة يقدر بالتأكيد يعيد الحياة لمن فقد الحياة في العبارة اللي قالت هالو مرثة ردا على سؤال الرب في اية 27 لما قالت له انا قد امنت انك انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم اعتراف واضح بذات السبب والهدف والغرض اللي كتب يحنى هذا الانجيل الرائع من اجله وكانت بمثابة الاية المفتحية على فكرة زي ما نوهنا قبل كده للسفر باكمله فاكرين في اية 31 من اصحاح 20 واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم اذا امنتم حياة باسمه في الجزئية الاخيرة من الفقرة دي بنشوف مشاعر الرب مشاعر الرب يسوع المليئة بالشفقة والحنان والحزن والبكاء عند القبر ومن المحتمل انه بكى تعاطفا معهم بكى يسوع فاكرين في اية 35 اقصر اية في الكتاب المقدم بكى يسوع مشاركة لأحزنهم وربما مات بسبب حزنه على العالم الساقط اللي بيرزح تحت اثقال الموت والحزن والقطية والعبودية وفي كلت الحالتين على فكرة يعني ايا كان السبب اللي بكى الرب الأجل واضهر الرب انه بيهتم كتير جدا حتى انه يبكي معنا فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين زي ما علمنا في رومي 12 اخيرا حابب اقول حاجة مهمة مش مفروض نخاف نكشف للرب عن مشاعرنا الحقيقية اللي جوانا فهو بيفهمنا بيفهم اختباراتنا بيفهم اللي حاصل جوانا فخليك صريح مع الرب ومنفتح وشفاف في كشف مشاعرك ليه لانه بيفهم ويقدر مكتوب عنه لانه فيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين في عبرانين اتنين الهك مخلصك حاسس بيك يعين ضعفاتك يخفف آلامك يطيب خطرك يخلصك ينجيك من ضيقاتك ويقيم نفسك ويشفيك بشفاء ابدي له كل المجد الى الابد امين